في عندنا حالة special في share محتاجين يبقى عارفينها برضو تخيل لو انت عندك كاميرا بيأثر عليها normal force والnormal force ده ممكن يبقى compression أو tension تعالي نحسب مثلا لو normal force ده compression قيمته PU فاكر LU اللي هنا مقصوب بيها إن PD ultimate limit ده يفرق معنا إيه في share تعالي نحسب الأول QCU uncracked فاكر كب كام 0.16 في جزء FCU على جماسي طب الQCU cracked فاكر كب تساب 0.12 في جزء FCU على جماسي لو حصل دلوقتي والكاميرا بيأثر عليها compression force مش ده معناه إن الخرصانة اللي هنا بقت تضغط أكتر لو خرصانة تضغطت أكتر أكيد مقاومتها للشير هتزيده ألي هتقل أكيد طبعا هتزيده فبالتالي قيمة الQCU uncracked وقيمة الQCU cracked محتاجين نزودهم شوية فده ما بنضربه ما عندنا فاكتور أكبر من واحد الفاكتور ده بنسميه delta C يعني delta compression وبرضو هنا هتضرب في delta C يبقى دايما لو أنت عندك الكاميرا بيأثر عليها كمان normal force يفرق إنه وإنت بتحسب الQCU uncracked والcracked إنهم هيزيد شوية بكام قيمة الـ delta C أكيد هتتوقف على قيمة الـ P بكام لأن كل الـ P ما تزيد الخرصانة هتتضغط أكتر في مقاومتها للشير هتزيد أكتر القانون بتاع الـ delta C اللي مكتوب في الكود بكام بيساوي واحد زائد 0.07 في الـ P alternate limit على الـ AC الـ AC مقصوب بيها مساحة القطع بتاع الكاميرا داخل بالك اللي بيأثر لقيمة الـ P بكام يبقى دايما إحنا عندنا وانسا أنت عندك الـ P وعندك طبعا أبعاد القطع تقدر اتحدد قيمة الـ delta C ودي اللي هتضرب في قيمة QCU uncracked وQCU cracked واضح لنه بس مقامة هتزيد شوية طب لو نفس الكاميرا دي هيا هي بس كان عليها تنشن مش compression هبقى برضو نفس الكلام انت برضو عندك الـ QCU uncracked وQCU cracked بس الفرق من خارسانة بقى عليها تنشن خارسانة بقت مشراخة أكتر مشي أكيد مقاومتها في الشير هتبقى أضعف ففي الحالة دي هنضرب الـ QCU uncracked وQCU cracked في فاكتور يقللهم شوية يعني رقم أقل من واحد بنسميه delta T delta T هيساوي إيه؟ هساوي واحد برضو لكن أكيد ناقص مش زائد هبقى ناقص كام؟ ناقص 0.3 في T على AC برضو فاكر إيه الـ AC الـ AC برضو اللي هو مساحة القطاع بتاع الكاميرا يبقى واضح ان الـ compression بيزود مقامة الخارسانة للشير والتنشن بيقلل مقامة الخارسانة للشير طيب افرد مثلا كان عندنا كاميرا وكان عليها normal force بس احنا مش متأكدين من اتجاهه أو بمعنى صح ساعة بيبقى attention وساعة compression في الحالة دي الـ more safe وأنا بصمم الكاميرا دي اعتبره tension ولا compression فاكر الـ more safe طبعا نحن نعتبرها أضعف عشان وحنا بنصمم تطلع أبعاد أكتر وتسليح أكتر ففي الحالة دي لو الفورس عندي تنفع compression وتنفع tension اكيد ساعتها هاعتبرها tension علشان اعتبر ان مقامة الخارسانة للشير أضعف وبتدي تصمم على العزة الأساس